نذهب إلى سؤال رقم 5 في سؤال رقم 5 طلب مننا إكمال جدول تشغيل للطابق كما هو مبين في هذا الشكل لكي نكمل هذا الجدول يجب معرفة مبدأ عمل هذا التركيب في حالة ابتدائية وهي حالة غياب القطعة التياب يتفرع إلى ثلاث فرعات الفرع الأول يمر بهذا الشكل يمر عبر مقاومة A4 ثم ثنائية ضوء يديد واحد ثم إلى مأخذ الأرض وبالتالي إدارة مغلقة مما يؤدي إلى إضاءة D1 وتسليط الضوء على قاعدة ياب 2 بما أن هذا المقحل كهروضوئي وبعد تسليط الضوء على قاعدته فيصبح مشبه ما معنى مشبه أي أنه ممرر ما بين نقطة كوليكتور الجامع إلى نقطة إيميتور البعيد فالتيار الثاني يصبح يمر بهذا الشكل بما أن ترونزيستور ممرر يمر بهذا الشكل ويصل إلى هذه النقطة فيجد تفرعين الفرع الأول يذهب عبر R5 والتيار الثاني يذهب عبر الفرع R6 تخيلوا أن R5 غير موجودة ووضعناها على الشكل سلك فهنا تحدث عملية القصر وتقصر مقاومة R6 لذلك مقاومة R5 ضرورية جدا عندما يمر التيار عبر مقاومة R6 يصل إلى مقحل تيار ثلاثة والمقحل تيار ثلاثة عندما يصل له التيار يكون مشبه عندما لا يصل له التيار يكون من بما أن ترونزيستور مشبه كذلك يصبح ناقل ما بين نقطة C و نقطة إيميتور ويصبح قاطعة مغلقة إذن التيار في الفرع الثالث يمر بهذا الشكل يمر عبر مقاومة A7 عندما يصل هذه النقطة يجد فرعين الفرع الأول يحتوي على بوابة نفي والفرع الثاني مأخذ الأرض وبالتالي كل التيار يسري في المأخذ الأرض أنتم تدركون أن التيار دائما يختار مسلك السهل وبالتالي الجهد هنا يسمى جهد VCU ساتوري وجهد المقحل في حالة الشبع يسوي بالتقريب صفر إذن نقطة هذه VCU ساتوري يسوي 0 فول وهذه البوابة وظيفتها نفي الدون أي صفر منطقي نفيه 1 منطقي وبالكهرباء هو 12 فول إذن عند غياب القطعة مقحل تير 2 يعني نصلت عليه الضوء إذن مشبه ومقحل تير 3 يصله تير إلى قاعدته إذن تير 3 كذلك مشبه في حالة تشابه هذا المقحل الجهد هذا يسمى VCU ساتوري ويسوي 0 فول إذن Vصورتي يسوي صفر منطقي وبما أن توجد بوابة نفي نفي الصفر هو 1 إذن H يصلها 1 منطقي بهذا كما ترون بهذا الشكل هل العدد يعود؟ لا العدد لا يعود العدد يعود الجبهات نازلة فقط وحد الآن وصله 1 منطقي الحالة الثانية وهي عند حضور قطعة كما تلاحظون عند حضور قطعة فالقطعة تحجز بالضوء على قاعدة المقحة الكهروضوئي وهنا يصبح المقحة تير 2 مانع ما معنى مانع؟ أنه لا يمر تير من كوليكتور إلى إيميتور وبالتالي هل يصل تير إلى مقحة تير 3 إلى قاعدة؟ لا يصل وبالتالي كذلك تير 3 يصبح تنزيستر مانع إذن هذا التيار الذي يأتي من هنا يصل إلى هذه النقطة يجد مأخذ فيه بوابات نفي وفرع الثاني فيه قاطعة مفتحة بالتالي تيار كله يذهب في هذا الاتجاه وهذه النقطة جهدها في هذه الحالة يسمى VCU Block لأن المقحة في حالة المنع وزير VCU Block وجهده يساوي جهد المصر إذن VCU Block يساوي 12 بولت بالمنطقة يساوي 1 منطقي والنفي الواحد هو صفر منطقي كما تلاحظون عند حضر قطعة تير 2 يكون مانع لا يمر التيار وبالتالي لا يمر التيار إلى قاعدة تنزيستر تير 3 إذن تير 3 كذلك مانع لا يمر وفي سعوتي في هذه الحالة يساوي VCU Block ويساوي 12 بولت ويساوي 1 منطقي والآش هي نفي 1 منطقي إذن آش يساوي صفر منطقي تصبح الإشارة بهذا الشكل كما تلاحظون العداد يعد أول قطعة لماذا؟ لأنه هناك جبهة نازلة وجبهة نازلة هي حالة انتقالية من 1 منطقي إلى صفر منطقي ترجمة نانسي قنقر